تنتهي مساء الأربعاء المهلة الأخيرة للأحزاب تقديم لوائح مرشحيهم للانتخابات البرلمانية في إسرائيل التي ستجرى في الثاني من آذار المقبل هذا وستقدم القائمة المشتركة قائمة مرشحيها مساء الأربعاء وفقا للتركيب التي تم الاتفاق عليها في الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت في شهر أيلول من العام الماضي وذلك بعد الاتفاق رسميا بين الأحزاب العربية الأربعة التي تشكل القائمة المشتركة بخوض الانتخابات بنفس التركيبة هذا وكان للقائمة المشتركة دور كبير في المشهد السياسي المتأزم في البلاد الذي أسفر عن ثلاث جولات انتخابية على ضوء عدم نجاح أي من المعسكرين المتنافسين على تشكيل اتلاف حكومي كما وبرزت القائمة المشتركة كلعب مركزي في صراع المعسكرين ونجحت أيضا في تعزيز موقعها مؤخرا سياسيا واجتماعيا حيث لعبت دورا بارزا في مكافحة العنف والجريمة وغيرها